طيب فتنة العلم في سيدنا موسى اوعى تتكبر اوعى تتكبر ولا يدخل للجنة من في قلبه ذرة من كبر اوعى تتكبر ودي اللي في قصة سيدنا موسى العلم يا جماعة له طغيان طغيان العلم ولكن العلم اللي يتعلم صح بتربية وتزكية ربني نجيك من فتنة عم الناس اللي بتتكبر بالعلم وانا عندي ويتم اجروا روح يا عم انت عارفين حاجة انت بتفضل والله ولا يحطونا بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء واسع كرسي السماوات والارض فالعلم يضغيك العلم يضغيك هاتو كده سورة ايه هاتو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة اقرأ اولها ان الانسان لا يطغب لا تضغب العلم يا ام هاتو اخر السورة كلا لا تطع وسجد واقترب يا ام العلم يخليك تسجد وتقترب بين الله عز وجل وان الله يخشى الله من عباده الايه العلماء العلماء هم اقصر خشية طيب ازاي بقى سورة الكهف تحفظنا من الفتن الحفظ ازا ما قلتلكم اول عشر ايات من سورة الكهف او اخر عشر ايات يعني انت تحفظها كلها خلي ربنا ينجينا منها اقوله امين فتنة الدين فتنة الدين اه فاسحاب الكهف اعلقت اصلا الدجال ان احنا لما نحفظ اول عشر ايات واخر عشر ايات ايه اللي يخلينا اصلا ان احنا نحفظ يعني اعلقت ده بفتنة المسيح الدجال اه اصل فتنة المسيح الدجال الدجال ملك ملك لاربع حاجات بتوع الفتن فتنة الدين يفتنك في دينك بدعو الناس للشرك يجي يقسم الواحد اتنين وبعدين يقول له قم يقسم البناء ادم اتنين الرجل اتنين يقول له قم فيقوم يقول له انا ربك انا الرب انا احيي واميت فتنة للدين بدعو للشرك ولا ينجر الله سبحانه وتعالى الا المؤمن يقول له الله ما زددت فيك الا ايمانك انت الدجال والمؤمن يرى يرى على جبين الدجال كافر ويرى ويرى الكافر على يمين ومؤمن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث حديث دعي فلك انه يقص به فضائل الاعمال ان استطعت ان تغمد عينك انك تغمد عينك لما الدجال يرميك في النار لان نار الدجال هي جنة الله عز وجل فتنة الدين قل له انا ربكم فتنة في الدين اعظم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة الدجال رسول الا الصلاة قال لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الدجال على المنابر انا عايز اقول لكم قل ليتكلم عن الدجال شا عايز اقول لكم اوه عايز اقول له باحلم باحلم بقول رب أنا بايلي وباليد الدجال وعاون اقوم نعجي في الزمن اللي في الدجال اده الله سبحانه وتعالى يا رب يعصبنا من هذه الفتنة اقول له امين علاقة فتنة الدجال بصورة الكهب أنا الله. أنا الله. استغفر الله. فدي فتنة في الدين. فتنة الجنتين الزينة. يمر بالخريبة. يمر بالمدينة الخريبة الدجال. فيخرج منها الكنوز. يخرج منها. ويأمر الأرض. فتمب. ويأمر السماء. فتمتر. يقول لك أنا رب تمتلك الأرض الجباء بقت خضرة وأمرت السماء إنها تمتر مطر. فتنة. فتنة في الدنيا وفي زنة الدنيا. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة فتنة العلم الدجال بيجيب الواحد كده يقول له موت يموت او يخبره عن حاله القديم او يخبره يا جماعة عن ابوه امه يخبره اللي مات والابوك وامك اهو فتنة فتنة عالم بهذه الامور ففتنة في العلم فتنة الدجال بالسلطة بيقول تدين له الممالكة كلها كل الارض كل الممالك وما من بلد الا يبلغه سلطة الدجال الا مكة والمدينة عليها ملكين مسكين حرب عاملة كده الحرب وحتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب عاملة كده مسكها الملكين ووقفين بيها بالحرب على باب مكة والمدينة لا يدخلها الدجال طيب قواري بينا جا بقى لما اجي انا فتنة الدين وده كده معلش سامحوني واحفاظهم علي لانه لما نسمع حتى يعني مجرد كلام مختصر عن سورة الكهفة ما تيجي تقرأها النهاردة هتلاقيها جميلة وهتفتكر الكلام اللي انا قلتلكو عليه فتنة الدين اربع حاجات للنجاح من فتنة الدين بتوع اهل الكهف دول الفتية دول عملوا ايه هجروا البيئة الفاسدة سيب سيب الارض اللي حصل عليها فساد والشرك سيب الارض اللي قتل تسعة وتسعين نفسه وجي الراحل قال له لا يتوب قال له مالوش ام جاء قتله وراح لراجل عالم قال له سيب الارض دي وروحوا عبد ربنا في ارض تانية يبقى هجر البيئة الفاسدة الدليل واذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف يا رب جعلنا الكهف نقوي لي يا رب في قلوبنا قولوا امين فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله انا هكلمت على اسم الرحمن النهاردة في صورة الكهف ينشر لكم بس يا رب ما نساش ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم رشدا اللهم اهديني وسددني ورشدني يا رب دايما الدعود الرسول على السلام سيدنا عليه يقول اللهم وفقني وديني اللهم سددني ورشدني اللهم وفقني وسددني ورشدني الرشد في الامر رشد الامر يبقى اول حاجة انهم هجروا البيئة الفاسدة رقم لو انت عايز ربنا انك جيت من فتنة الدين ما تقعدش في مكان في فساد ما تقعدش في بيئة كلها كفر وكلها ولا تعينك ولا تعينك على الصلاة ولا تعينك على كذا ادعي ادعي دايما بحاجة زي كده طيب رقم اتنين عملوا ايه اللجوء الى الله اهل الكهف عمد لجوء ولربنا ربنا اه هيئ لنا يا رب دعوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا اوحى اليه انا اروحوا الكهف اللجوء ربنا بايه كثرة الزكر كثرة الزكر تقربك لربنا سبحانه وتعالى كثرة الزكر تلاقي القلب كثرة الزكر تخليك دايما يا ربنا عايزك وعايز طريقك الدليل وكل عسى واسكر ربك إذا نسيت وكل عسى عسى في القرآن للتحقيق عسى أي هدينا بالأقرب من ذلك اللهم اجعلنا منهم ثالث حاجة عملوها جابوا صحبة كلهم مع بعض أهل الكافرحوا كلهم مع بعض وجابوا صحبة مع بعضهم الصحبة الصلحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعدوا أينك عينهم تريدوا زينة الحياة الدنيا ولا تتبع عدم اتباع الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرض اللي بيتبع هواه إيه اللي بيحصل اللي بيتبع هواه سقط من اتبع الهوى هوا يعني سقط اللي بيتبع الهوى يسقط ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه طب إنا جابا يبقى دول الأربع حاجات من إننا جاب من فتنة الدين طيب إنا جاب من فتنة المال أول حاجة فتنة المال هي صاحب الجنتان قاعد ينصحه صاحبه وقوله عكون فاكر كده ده ربنا ممكن يبدلها لك وتصبح صعيدا أو يصبح ماء وغورة خلوا بالكم من الكلام ده مهم جدا يبقى زي ربنا ينجيني أو قوارب النجاة في فتنة المال افهم حياة الدنيا واضرب لهم مثلا لحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء يا فأصبح 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 وكان الله على كل شيء سرعة انقضاء الدنيا عدت بسرعة عدت مهما عيشت فين الناس اللي موجودة من 100 سنة ماته فين اللي موجودين من 90 سنة ماته فين انت دلوقتي كنت ايه لم يكن شيئا مذكور انت أصلا مكنتش موجود فسرعة افهم حقيقة الدنيا لعاعة لعاعة